لكن برضو الله بيستخدم التأديب وأصعب شيء أحبائي لما بتسود الفوضى ولما بتسود الظلمة وروح الضلال فالنتيجة إنه الإنسان يصاب بالعمى الروحي بعدش يميز والكتاب بقول إنه حتى الله بيوصل لدرجة إنه يغيظ شعبه بأمة غبية بيصيروا حد يتساءل طب إيه المنطق في هذا السياسي أو إيه المنطق في هذا الدين أو في هذا التعليم كيف ممكن مجتمع يتبع مثلا هذه الديانة فمكتوب إنه يعني حتى الله بيتركهم إلى الذهن مرفوض لدرجة يرسل عمل الضلال يعني زي كأنه أرواح شريرة بتعمي الإنسان بيعدش يشوف النور بيشوف الخير ظلام والنور ظلمة وهكذا بيعدش يميز فالنتيجة إنه سواء دينيا أو سياسيا بسبب يعني شعب الرب مش تابع أو مش تايب للرب ومش راجع للرب فبيسمح بهذه الأمور وبيسمح لأنه الإنسان المصاب بروح العمى هو عمليا روح الجهل هو روح الظلمة وبيصل لدرجة إنه الإنسان يصاب بالعداء والكرهية واليوم الكرهية ضد الكنيسة أو ضد المسحيين ما إلها تفسير بغض النظر الشعارات التي تقال والترديدات لكن قلبيا نتكلم بصراحة شو اللي اللي ممكن يشفي الغليل شو اللي ممكن يشفي العداء شو اللي ممكن يشفي الكرهية حاول الإنسان عن طريق الدين حاول الإنسان عن طريق الإصلاح حاول بقوته الذاتية ولكن لا يمكن شفاء أي من هذه الأمور إلا بالتغيير الجذري بالخليقة الجديدة بالولادة الروحية وإنك تقرأ العزة على الجبل هي الشفاء لكل ضغينة لكل كرهية لكل أمور اللي هي مضادة لتعليم الكتاب المقدس